هاي بيت ترشي هون التدخل من رايد بوشني باركنية للمريخ الوقت الرسمي اكتمل كان سيضيف الحكم أحمد ابتياز كواقل بدل طايع ماتيو السينيو رقم ثلاثين يرفع كورة من تاكد الترشي اغتيت تتم الكوليبالي يكسب كورة والحكم يحتسب خطأ للمريخ السوداني تدخل كان من حمدو حمدو نهوني السبب في خطأ من مكان خطير للفريق السوداني كل مريخاء بيتمنى بالسبكة وكل عاشق للترشي يتمنى ان تكون خارج الخشبات الثلاثين نامنا خطأ بصالح الفريق السوداني دقيقتان ادرهم الحكم امتياز كواقل بدل طايع خمستاش برايلان كولو خطير فتكولة ثابت الكولبيب الكولومبي سيتقدم لدي الكورة يعدل ويثبت حياة الصد بنشري فيها اخر كورة المريخ يسعر التعامل هذا هو الكولومبي برايان برايان وولد كالي حكمة ديبور ديبو كالي في كولومبيا برايان برايان أمكولو كولة ثابتة للصالح المريخة هل تغير من الديش المباراتة هل تعيد المريخ؟ برايان أمكولو هل يعد للرد من شرب ممثل السودان؟ برايان عصاب توتر من شرب لعيبي المريخ التأخر رأس عيد النتيجة وثارهم في مباراة تحتاج لتركيز الحاكم وشه اندار من تلقى الاندار من هو اللاعب لتلقى الاندار اندار في وشه رايد بوشنب رقم 36 ظهير ايمن تنشي الكولومبي اللي يتعامل معه بفنيات امسي اختار القوة تحتاج لفنيات الدين الكولومبي انقوله برايان هو الاقرب هو للمريخ برايان خطران مرمى رقناية للمريخ كورة بشكل مقوس رأسية خطيرة والدفاع الدولي السي متماسكة هجمن الترسي يضغط المريخ هو لا تنتهي للتماس وصافر التلحكة محق التياس نعود الى هاتف مصطفى وطر البياء بحول الحديث عن يترمي رمية التماس وزميلك مع منطقة اليك ما اخي تركيز دي دلالة على انه البداية ما فيه تركيز باللعبية المريخ ولا في تجانس بين يعني بص بص هاش رمية تم شوف شوف اللابة هو ندى على حب دول وما سمع يا ظاهر انه ما سمع لانه يشوف بأشرفي وكاعة تاني السؤال غريبة هو جلاب مدافئ ورمية التماس مع زميلك خليك مركز معه انت كم دافئ خليك فيه النظر اجلال النظر يبينكم مع بعض المدافئ ممركز معك انا الاندي انا الان بتحكم في الكورة انا اليكس بتحكم في الكورة ليه لعب له اللعب له هو ممركز اجلال انا بديه فالخطة مشترك بينه وخطأ سا زن